انتخبنا الوطني بقى مباراتين بالنقطتين في كاس النوم الأفريقية وتعادلين طبعا تفاكر التعادلات دي عملت فيك ايه وانت هو جاهزك الفن طبعا استعادلين ليه يعني انا قلت في الانترو انه موزنبيك المباركة المفروض تبقى سهلة وتبقى معك تغانى صحيح اسم كبير بس منافس سهل كان يبقى معك تغانى تغانى تنين فالطبعي يكون تبقى 6 نقط دلوقتي ومرتاح خالص ليه خدنا النقطتين فقط ما هي في السؤال عريض شوية واكيدة بقى تفاصيل كتير بس عشان اسيب لك المساحة كمان تقول وجهة نظرك والله يبص خلي بالك دايما يعني انا بشوف ان اللي حصل لا ده من فترة سابقة مش من حالية عشان تقول ان انت دلوقتي لا لازم ترجع الورا شوية احنا كل المنتخبات اللي لعبناها والفرة اللي لعبناها ما كاريتش دون المستوى بكل امانة يعني يمكن مباراة بلجيكة لو تفتكر في البداية خالص مع مستراجدورية عملناها بشكل كويس مش لازم لازم ملعب ماتشاط قوية وانت حتى الماتشاط اللي لعبتها قوية كان مباراة منتخب تونس لو تفتكر وفي اول عشر داقيق تقريبا كنت مغلوب 2-0 وبعد كده الجزائر وبعد كده الجزائر نفس الشيء مباراة القوية دايما بتقولك انت فين وبتورك الاخطاء بتاعك وبتورك المدرب حاجات كتيرة جدا ومشاكة كتيرة جدا في الملعب او هو كان عامل سيناريو مثلا او طريق لعب او لعبة معينة ممشيتش معاه فبتباين المباراة الكبيرة دي والمستوى يما يكون متقارب بتباين لك المنتخب اخباروي ولكن بصراحة عنا لعبنا مباراة كتيرة كانت سهلة فما كنت بتكسب فكوننا احنا كمان احنا كاعلام يعني واحنا كجمهور حتى هو كمدرب لو تلاحظ انه ما تغلبناش مع مستر فيتوري لا عملنا مش عارب اسلومنا بقى هجومي اكبر واخرنا بقى نهاجم واخرنا بقى نستنت فانت بتقولي انه كده كنا حسين به وكان خادع شوية وكانت موتش تسهلة فطبيعيا هنهاجم وطبيعيا هنلعب كل حالو طبيعي عليك نور فده كم اللي حصل في المباراة دي بيني ذك المنتخب لذك انه هو كان وافع الخط كان عصبي جدا تحديدا في مباراة الجزائر تحديدا يعني وده بين حتى وهو في مباراتين دول لا مش مصدر فيتوري اللي احنا كنا بنتفرج عليه في البداية او المجهة بصراحة بقى مانا يعني مباراة موزنبيج مفيش في الكورة دلوقتي مباراة سهلة مباراة صعبة منتخبات كلها دلوقتي بقت المستوى متقارب خاصة ان معظم المنتخبات دلوقتي بقت خلاص بقى كلهم عندهم الطموح انهم يحترفوا وعندهم محترفين وعندهم وعندهم مدربين كويسين كمان وعندهم مدربين كويسين صحيح وكله دلوقتي بقى شبه بعض الكواليتي بصراحة في العالم كله ما بقتش الموهبة زي زمان ان انت بصراحة بقى ما انت الله يعني فانا بشوف من وجهة نظر الشخصية كورة بقت دلوقتي روح بقت رغبة في الفوز ارادة دي ما كانتش موجودة بصراحة المنتخب في الموراتين كل امانة الا في الشوط التاني في الشوط التاني شخصية اه بالزبط كده شخصية المنتخب مش مستر فتوريا ما احترامي ليه شخصية المنتخب ولعبة المنتخب هي اللي عملت كده في الشوط التاني يما حسيت ان انت الامور بالنسبة لك بقت صعبة وممكن تصعب اكتر اللعبة بدأت تلعب بروح ومع انا بشوف من وجهة نظر برضو وانا قلتها وانا بتفرج ان اخر العشرين دي المنتخب الغاني وقع بدنيا لان عمل الشوط الاولاني سرعات وضغط عالي جدا على المنتخب المصري دي انا اشوف ان هي خادت منه في الشوط التاني في اخر العشرين دي فرقت كتير